ينضم إلينا من أربيل مباشرة عضو الحزب الديمقراطية الكردستانية سيد عبد السلام برواري أهلا بك سيد عبد السلام يعني مع استمرار التقاضع بين الأحزاب الكردية هناك دعوات للتوافق بين الحزبين حول اسم المرشح لمنصب رئيس الجمهورية لكن حتى الآن لن نرى حراك حقيقي وسياسي حتى الآن ما الذي ينتظره الحزبان وهل هذا التوافق ممكن نعم تحية لك تحية للأخوات والأخوة المشاهدين أنا أعتقد قراءة موضوع رئاسة الجمهورية تتم قراءتها وفق فهم لما يجري على الساحة العراقية بعيني عن كردستان فيما يخص الكتلة الكبرى ومشاركة في الحكومة لكن الواقع مختلف جدا أنا موجود في كردستان وعندي علاقات واتصالات يومية نحن ننظر للأمر بشكل يختلف كليا بل يتناقض حتى ما بورد في تقريركم هناك تحددية حزبية لا في كردستان فقط بل في العراق كله في التحددية الحزبية من الواجب أصلا من المفترض أن يكون هناك أكثر من مرشح وأن يتم اختيار الذي ينال أكثر الأصوات نقطة هذا هو الوضع أنا لا أدري لماذا يتم تصوير الأمر وكأنه انسداد سياسي انغلاق سياسي خلافات كردية هذه كلها في الحقيقة بالنسبة لي مسائل غريبة ومتناخذة سيد عبد السلام يعني لو تفق الحزبان الكرديان على مرشح واحد لما كانت هذه المماطلة بتسمية رئيس الجمهورية لا لا أختي اسمحي لي بس اسمحي لي تصوير الأزمة في العراق على أن نتاج عدم اتفاق الجهات الكردية هذا ظلم ما يجري في العراق هو محاولة للخروج من الأسلوب الخاطئ الفاشل الذي تم به حكم العراق وأوصار إلى هذه الأزمة وأن نجرب سلوب جديد وهو حكومة أغلبية قوية تسند على كتلة قوية ومعارضة قوية تراقب عمل الحكومة في 2018 أيضا كان هناك منافسان ولم يتحدث أحد عن أن الكرد وعدم اتفاق الكرد هو السبب لذلك أنا أرجو من الأخوات والإخوة الذين المتابعين أن ينظروا إلى الموضوع بهذا الشكل حرام أعتقد ظلم وغدر أن نصور الانتداد السياسي وكأن الكراد هم السبب أبدا نحن قدمنا مرشحين الدستور يسمح لكل عراقي بأن يرشح نفسك لكن هذه التفصيلة لو مرت بسلاسة وباتفاق بين الحزبين الكرديين يعني كانت سهلة تشكيل الحكومة لكن حدثك الآن يعني الحزب الديمقراطي ما يزال متمسك بمرشحه ريبر أحمد إلى منصب رئيس الجمهورية ماذا لو أن المحكمة الاتحادية ثابتت بقرار فتح باب الترشح يعني بعدم دستورية فتح باب الترشح كيف سيكون موقفكم بهذه الحالة؟ أنا أتوقع أن المحكمة الاتحادية ستصدر هذا القرار الذي بنظري شخصيا لا يستند على أي نص دستوري ليس هناك لا في الدستور ولا في القوانين المرعية أي نص ينظم طريقة الترشيح أو يمنع إعادة الترشيح مرة أخرى ولكن كما لاحظنا في القرار المتعلق بثلثين بالقرار المتعلق بالشيرزيباري بالقرار المتعلق بالنفط هذا أمر متوقع دون أن ألمس المحكمة الاتحادية ولكن أقولها مرة أخرى نحن نقول لتتم الجلسة وهناك 33 مرشح ليتم اختيار رئيس الجمهورية حسب ما ورد في الدستور بأغلبية الثلثية للعضاء إذا لم تبكن أحد من الحصول على الثلثين ففي جولة ثانية هذا هو الموضوع نحن لسنا مرة أخرى سببا في عدم انحقاد الجلسة الضغط السياسي القرارات الغضائية المواغف المتشنجة التيار الإطار يريد أن يشترك بالحكومة سواء أراد المكلف أو لا طيب سيد عبد السلام يعني باختصار شديد لو سمعت بهذه الحالة يعني من هو الأقرب للديمقراطية الكردستاني من المرشحين الآخرين نحن داخلون في تحالف ثلاثي وكما اتفقنا في مسألة رئاسة مجلس النواب سنتدارس الوضع مع إخوتنا وحلفانا في التحالف الثلاثي والآخرين موجودين خارج التحالف أيضا وسنصوت لمرشح من بين 32 و30 مرشح بالتأكيد لن نرشح لبرارة صحيحة وهذا أنا أعتقد تشخيص أي اسم الآن سابق لأوانا نعم عضو الحزب الديمقراطية الكردستانية عبد السلام برواري انضمت معنا من أربيل شكرا جزيلا لك